قصتنا النهاردة عن منا اللي اتجوزت ويعندها 17 سنة من ابن الجيران اتجوزت في بيت عيلة ومن هنا بدأت المشاكل ما تخليش أهلك يجبوا لك هدايا ولو جابوا حاجة تاني هنرميها في الشارع ما تحطيش ميكوب وانتي نازلة تعودي معانا عشان حماكي متوضي ده غير حماتها اللي بتحاول توقع بينها وبينجوزها ومنها بقت متهمة طول الوقت إنها من ساعة ما دخلت البيت جابت النكد معاها وبعد خلافات كتير جدا فأول سنة جواز منا سبت لهم البيت جوزها قال لبابها خليها عندك وهجب لك كمان أختها تانية توقع جنبك حاول يوقع بين أختها وجوزها ودلوقتي هو وأهله بيقولوا لأهل البلد هنطلقها ومش هتاخد حاجتها ومالهاش أي حق عندنا هي دلوقتي لا هي مطلقة ولا هي متجوزة ومش عارفها تعمل إيه عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة وفاق شلبي المعالجة النفسية عشان نشوف هنعمل إيه من زيك دكتور وفاق الحمد لله أغبارك يا عامل إيه الحمد لله يرايك في القصة بقى اللي قرتيها دي بصي قصة متكررة يعني مش منا لوحدها يعني ملايين من المنات عايشين في بيت العيلة بالوضع ده إذا هي ما قدرتش تجري الوضع اللي هي فيه وتمشي بنفس القواعد بتاعة بيت العيلة بتكون النتيجة طبعا مشاكل كتيرة جدا بتوصل للطلق طب ليه دايما بيت العيلة بيعمل مشاكل يعني حرام وانا بشوف انه حاجة انه قاعة عشان ما فيش خصوصية والكلام ده يعني بس الأهل بيبوا عايزين يعملوا حاجة حلوة يلموا عيالهم وسطيهم هل ده جزائهم؟ ما هو يلموا عيالهم دي وراها نواية خبيثة طبعا يعني يلموا عيالهم ولا يسيطروا عليهم آه ولا بيقولوا خايفين يبعدوا عنهم يعني أنا بشوف حاجة خايفين يبعدوا عنهم طب لو هو أهل الزوجة يعني بيت عيلة في أهل الزوجة هو هو نفس بيت عيلة في أهل الزوج هقولك حاجة البيوت اللي وردت علي بالوضع ده ما فيهاش مشاكل ليه بقى؟ لأن بيتلالي الحمى والحمام بيبوا عايزين بنتهم تعيش عيشة هنية بالضبط في ربي دخلوش بيدادوا بـ 24 ساعة و3 على كل تعلم الشريب امزع عليك وإنك فاية بينتها جنبها فهي خلاص ما عندهاش أزمة مع الحالة خالص طب ليه بقى بنعمل كده بها مع مرات الابن؟ سيطرة 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 طول الوقت إن إحنا عايزين نبقى عارفين كل حاجة مسيطرين على البيت ماشيين بنظام نحنا ماشيين بمزاج نحنا وإذا هي شزت عن القاعدة دي بيحصل زي مرات أخو إن بتبقى وغد حقها هي اللي بتساستمي البيت كله على طرقتها لأنها بتعمل لني عايزة ومحدش بيقول لها أنت راحوا فين أو جاية منين أو تبقى